لكن هناك قضية شائكة جدا وعملت بلبلة فوق الوصف بدل ما نتكلم ازاي نطور فرقيتنا وهنعمل ايه وصلاح مصاب ولا مش مصاب مسكنا في الملعب الملعب سبب الإصابات ولا مش الملعب سبب الإصابات ملادي الاهل بيلعب على الملعب ده احنا بنلعب يا جماعة أو احنا كنا بنلعب في إفريقيا ملاعب صورة في اللفظ يعني ما ينفعش أقول ما تنفعش عارف الجرن زمان عند بيت جدي هناك في بجام كان كده بنلعب في ملعب كده في الجرن جرن يعني الأرض اتحرتت أو الأرض اللام المحصول احنا كنا بنلعب فيها إفريقيا كلها كده مش بنلعب احنا وشكة وشكة ملعبنا كده ما بالك بملعب ده 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 ملعب الإنتاج الحربي من أحلى الاستادات اللي اتعاملت في مصر من أجمل اللي استادات اتعاملت في مصر والحقيقة الناس في الانتاج الحربي مستقى جدا من اللي تقال لأنه تقال في المنتخب وتقال في النادي الأحلي طب بتلعبوا عليه ليه وبعدين أنا سمعت أحد المسؤولين في في الانتاج الحربي بيقول اللي في الفترة قبل المنتخب دي اتلعب عليه ما بين اتناشر تدريب وتمرينة اتناشر تدريب وتمرينة وهو الملعب كده ده يبقى ملعب عشر على عشر ده فين الملاعب اللي تستحمل ده يعني فين الملاعب اللي تستحمل ده لكن دايما مش عايزة أقول شماعات مش عايزة أقول شماعات ده انت ممكن في التمرين بتتعور ممكن انت ماشي في البيت بتتعور